اللهم وفقنا اللهم وفقنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنا واصينا للبر والتقوى واهدنا بهداك واجعل عملنا كله في رضاك اللهم وفقنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى يا كريم العطاء ويا مجيب الرجاء ويا سميع الدعاء ويا رب الأرض والسماء اصرف عنا الوباء والبلاء يا ذلمن والعطاء إنه لا يقدر على ذلك غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان وبلغنا رمضان ونحن بأمن وأمان وصحة واطمئنان برحمتك اللهم يا رحيم يا رحمن اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تبلغنا رمضان ونحن بصحة وعافية وستر منك يا أكرم الأكرمين اللهم من على كل مريض بالشفاء التام العاجل اللهم امسح على كل مريض بيمينك الشافية واجمع له بين الأجر والعافية اللهم ارحم أناسا لا يعلم ما بها إلا أنت اللهم ارحم أناسا لا يعلم ما بها إلا أنت اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم تول أمرنا اللهم تول أمرنا اللهم فرج كربنا اللهم يأكرم من سئل ويأجود من أعطى لا تحل بيننا وبين بيتك الحرام وحرم رسولك الكريم ما أبقيتنا في هذه الدنيا اللهم يا أكرم الأكرمين ردنا ردا جميلا إلى بيوتك يا أرحم الراحمين اللهم أذن لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج اللهم عاملنا بما أنت أهله اللهم عاملنا بما أنت أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة أهل الجود والإحسان اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين رحماك بأرضنا ورحماك بشعبنا ورحماك بمصرنا ورحماك بأمتنا فأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا أرحم الراحمين لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا إلا أنت فنرجوه نسألك مسألة المساكين نسألك مسألة المساكين نسألك مسألة المساكين اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية يا رب نسألك العافية من كورونا اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك لا تحوجنا إلا إليك اللهم لا تحوجنا إلا إليك اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين ولا محرومين ولا عن باب جودك مطرودين ولا محرومين اللهم لتردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين ولا محرومين اللهم إنا عبيدك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعل القرآن جلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله ذهاب همومنا وغمومنا اللهم يأكرم الأكرمين ويأرحم الراحمين ويا رب العالمين إصرف عننا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير ربنا وتقبل دعاء اللهم آمين آمين